موسيقى محمد رحيم نواصل مع دروس الصف الموجهة لتلاميذ الثامنة من التعليم الأساسي ودرس اليوم هو بعنوان اشتقاق الأسماء الدالة على الحدث أو المحوة هو اشتقاق الأسماء الدالة على الحدث أو أحد متعلقاته وعنوان الدرس إذا هو صياغ المبالغة ننطلق من هذه الأبيات للخنساء تماظر بنت عمر تقول إذن في رثاء أخيها صخر وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا وإن صخرا إذا جاعوا لعقاروا وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه عالم في رأسه نار جلد جميل المحية كامل ورع وللحروب غدا تروع مسعار هناك مشتقات أسماء إذن هنا أسماء مشتقة إذن من جذور معينة هنا سطرناها إذن وسنضعها في جدول إذن هذا الجدول فيه المشتق إذن وهو نحار ومقدام وعقار هو كامل ومسعار ننظر إلى هذه المشتقات وإلى أوزانها إذن فنحار على الوزن فعال من الفعل نحار وجدره النون والحاور أما اسم الفاعل إذن من نحار فهو ناحر لدينا هنا المشتق نحار ولدينا اسم الفاعل ناحر واسم الفاعل إذن هو إذن المشتقة الذي يدل على الفعل والقائم به ربما القائم به لمرة واحدة مقدام إذن على وزن مفعال من الفعل القادمة وجذره القاف والدال والميم واسم الفاعل منه هو قادم عقار على وزن فعال من الفعل عقار والجذر إذن هو العا والقاف والرا اسم الفاعل إذن عاقر والمشتق الموال إذن هو كامل على وزن فاعل من الفعل كامل إذن وجذره الكاف والميم واللام واسم الفاعل إذن منه كامل فهنا إذن كما نرى المشتقاني إذن لهما نفس الوزن مسعار على الوزني مفعال من الفعل ساعارا السين والعاء والراء إذن مسعار على وزني مفعال إذن كما قلنا من الفعل ساعارا والجذع إذن هو السين والعين والراء ساعر بالنسبة لإسم الفعل إذن هنا ما الفرق بين نحار وناحر وما الفرق بين مقدام وقادم وما الفرق بين عقار وعاقر مثلا إذن نحار على وزن فعال وناحر على وزن فاعل الناحر إذن هو الذي ينحر ربما لمرة واحدة أو لبعض المرات ولكن النحار هو الذي ينحر كثيرا يقوم إذن بهذه العملية بكثرة مقدام إذن مقدام الوزن مفعال وتدل على كثرة الإقدام فإذن نستطيع أن نقول إذن مقدام من القاف والدال والماء قادم إذن وإذن مقدم قادم ومقدم إذن نستطيع أن نضيف هنا مقدم وهي إذن اسم فاعل مقدام إذن أو مقدم أقدم مقدم إذن ففعال هنا الوزن فاعل هنا تدل على القيام بالفعل بكثرة أو كثرة القيام بالفعل ولكن إذن اسم الفاعل إذن يدل على القيام بالفعل إذن كما قلنا لمرت واحدة أو لمرتين أو لمرات معدودة فإذن بالنسبة لمفعال هذه وفعال إذن الأوزان التي سنراها هي أوزان تدل على صيغة المبالغة المبالغة تدل على المبالغة المبالغة فيما؟ المبالغة في إنشتم القيام بالفعل أو شدة الاتصاف إذن بالصفة فنقول فلان صدوق لأنه يصدق كثير لأنه يصدق كثير لكن أقول إنسان صادق ربما هذا الصادق يقع أحيانا في الكاذبي نصل الآن إلى إنشتم هذه القاعدة وهي صيغة المبالغة هي اسم المشتق يدل على القائم بالحدث بكثرة ويدل كذلك على شدة الاتصاف بالصفة كما قلنا منذ قليل فلان إذن صدوق لأنه يصدق كثير أو فلان كذوب لأنه إذن يكذب كثير إذن وعيد صيغة المبالغة اسم المشتق يدل على القائم بالحدث بكثرة أو شدة الاتصاف بالصفة نواصل إذن الكلب عوام على وزن فعال ابن آوى أكول لكنه حاذر أكول على وزن فعال كذلك كان الأسد للوحوش خير مليك مليك إذن على وزن فعال وإذن اسم الفاعل يعني اسم الفاعل من الميم واللام والكاف هي مالك ملك مالك وهو مليك ابن آوى مهذار والمهذار هو الثرثار إذن من الفعل هذر نقول إذن هاذر هاذر اسم فاعل ومهذار إذن سيرة مبالغة ابن بطوطة رحل لماذا؟ لأنه كان يرحل كثيرا فقد وصل إلى حدود الصين والهند إذن فهو رحال نقول فلانا راحل ولكن ابن بطوطة رحال لأنه إذن يقوم بهذه العملية وبهذا الرحيل يعني بكثرة اشتريت حاسوبا وماسحة ضوئية ماسحة ضوئية إذن باللغة الفرنسية يعني هي سكانر اشتريت حاسوبا وماسحة إذن حاسوبا على وزن فاعل وماسحة على وزن إذن فاعلة على وزن فاعلة وكلاهما بطبيعة الحال صيغة مبالغة كان الفتاة طولعة طولعة كان الفتاة طولعة يعني يعني الفتاة لم يكن عاديا يعني قاضي الكوفة قاضي الكوفة زميت فعيل على وزن فعيل هذه إذن هي أو زان صيغة المبالغة نقول لصيغة المبالغة أو زان عديدة تتحقق عليها أشهرها فعال مثل عوام فعالة مثل رحالة فعالة مثل طلاعة فاعلة مثل مسيحة فعال مثل مهذار فعيل مثل مليك فعول مثل أكون وزميت مثل فعيل وفعول مثل حاسوب وفعلان مثل ثرثار نمر الآن للتطبيقات نمر إلى التطبيقات الآن إذن أعطى تطبيقات استخرج إذن مما يلي صيغة المبالغة واذكر وزنها والفعل الذي تصلت به كذلك لدينا إذن هنا مجموعة من الأبيات قصدوا الرياضة لاعبين وبينهم كرة تراض بلعبها الأجسام تنح الشمال بضربة فيردها نحو الجنوب ملاعب للطام وتدور بين اللاعبين فمحجم عنها وآخر ضارب مقدام مقدام إذن على وزن مفعال إذن كما تعلمون إذن الجملة الموالية هي انقلب تمردي إلى قوة فعالة قلب تمردي إلى قوة فعالة فعالة على وزن إذن فعالة فعالة على وزن فعالة إذن نفس الوزن هنا إذن نجده فعالة انظرنا إلى البنفسجة الطموح التي غرتها المطامح في تحولت الأوردة طموح على وزن فعول ثم ما عاش مسكينا خائفا بل عاش ثائرا ومات جبارا جبارا على وزن فعال تلك السنون عقيمها كولودها إذن تلك السنون عقيمها كولودها حل لدي كذا يشاء وفائي هذا إيلي أبو ماضي أما الجملة التي قبلها فهي لمخيل النعيمة وإذن الأبيات كما رأينا هي لمعروف رصافي إذن لدينا جدول وضعنا فيه إذن هذه الكلمات أو هذه المشتقات لطام إذن مناء الفعل لطمى مقدام من الفعل قديمة فعالة مناء الفعل فعالة طموح من الفعل طمحة جبار من الفعل جبرة وعقي مناء الفعل عقمى وولود من الفعل ولادى ونواصل إذن مع التطبيقات صغ من كل فعل صيغة المبالغة على الوزن المعين بين قوسين ظلم إذن فعال فهو ظلام ما الله بظلام للعبيد ظلام إذن ظلام قدم إذن مفعال مقدام شكر فعول شكور خبر إذن خبير فعيل خبير حذر فعل إذن حذر رحل إذن فعالة يعني رحالة ثم ثرثرة فعلال نصل إلى ثرثرة إذن عفوا رحل إذن فعالة رحالة ثرثرة فعلال ثرثرة لمزة إذن فعالة لمزة نطق إذن ويل لكل همزة لمزة لدينا هنا إذن الآية الكريمة إذن هنا ويل لكل همزة لمزة نطق إذن مفعيل منطيق يعني أن كلامه موزون وما إلى ذلك وإذن نطق منطق كما قلنا وغارد غريد نقول إذن هذا العصفور غريد يعني أن صوته جميل وإذن منعش وإذن ما إلى ذلك إذن هذا بالنسبة لدرس متعلق بسيغ المبالغة إذن إلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله